تريعا لازم لنا عمر نبيل من قرأ قامة منتخب تونس عمر برحب بيك تفضل برحب بيك زميل عزيز يحيى حمزة وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتز في كل مكان من أمام مقار ربعثة المنتخب التونسي وآخر استدادات طبعا للمباراة الهمة لأول مرتاقبة أمام منتخب السنغالي زميل عزيز يحيى حمزة يمكن دي المرة السبع لمنتخب التونسي بيشارك فيها طبعا في دور ربع النهائي أيضا ده يعني يبحث من خلاله طبعا المدير الفني الفرنسي ألان جريس لمجد شخص جديد وطبعا هو المجد الثاني بعد طبعا يعني وصوله لدور الربع النهائي في المرة الأولى عام 2012 مع منتخب عندما كان مديرا الفنية لمنتخب مالي في بطولة طبعا تم تنظيمها بشكل مشترك ما بين غينيا بيساو والجابون وقدر طبعا من خلالها الفوز بالمركز الثالث بعد تحقيق الفوز على منتخب غاني لكن اليوم يبحث طبعا عن أصوله إلى المباراة النهائية مع المنتخب التونسي يمكن خلينا يعني أوضح لك كواليس المنتخب التونسي أكتر وجدي كشريدة طبعا الظاهير الأيمن اللي عانى مبارحة وبالأمس من نزلة معوية شديدة جدا أدت طبعا لغياب اللعب عن المران وأدت طبعا إلى استبعاد اللعب من مران الأمس وأدت طبعا إلى صعوبة لحق اللعب بالمباراة طبعا يبقى القرار الأول والأخير في يد طبعا ألان جريس المدير الفني المنتخب التونسي أيحيان خلينا وضح لك كمان أن لعب المنتخب التونسي يتبعوا بشكل كبير طبعا مواقع التواصل الاجتماع والسوشيال ميديا ويتبعوا طبعا حضور اليوم أكثر من خمسة ألاف مشجع قادمين من تونس إلى ملعب الدفاع الجو من أجل مؤذرتهم طبعا وعلى رأسهم طبعا النجم الكبير لكرة القدمة التونسية واللعب من أصول برزيلية جوزيك لايتون طبعا نجم المتخب التونسي سيتواجد اليوم مع الجماهير وغادر مطار كارتاج في الصباح يمكن في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حقام اللعيب المتخب التونسي طبعا بحصول على وجبة الغذاء ثم طبعا بعدها سيحرص طبعا ألن جريس على إلقاء المحاضرة الأخيرة والذي سيعلن من خلالها على تشكيل المباراة خلينا أقول لك في تصريحات خاصة لتايم سبورتس أوضح طبعا وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم على أن هناك مكافئات كبيرة تنتظر لعيب المتخب التونسي في حال طبعا بلغهم وعبورهم منتخب السنغال زميل يحيى لو في أي استثار أو أي معلومة حابب تعرفها عن معسكر المتخب التونسي تفضل معك